هذه أبرز العناوين الجماهير المغربية تسلق خبرا صارا جدا على مباراة المنتخب المغربي والكونغو الديمقراطية عجل برشلونا تصدم الزلزول وترفض عرضا من نادي العالمي بمبلغ خيالية امتلاك بارتما شرط لاعب رجاوي لمغادرة رجاء والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الجماهير المغربية تسلق خبرا صارا جدا على مباراة المنتخب المغربي والكونغو الديمقراطية يواجه المنتخب الوطني المغربي لكورس القدامة يومي 25 وال29 مارس المقبلة منتخب الكونغو الديمقراطية باسم الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022 وأعلنت قناة الرياضية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها ستعمل على نقل مبارتي الدهاب والإياب ومن المقرار أن تجرى مباراة الدهاب بكينشاص يوم 25 من مارس بداية من الرابع عصرا في حين ستقام مواجهة الإياب يوم 29 من نفس الشهر انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا عاجل برشلونا تصدم الزلزول وترفض عرضا من نادي عالمي بمبلغ خيالي أكدت تقارير إخباري يوم الجمعة أن نادي برشلونا رفض عرضا لبيع لاعبه الصاعد عبد الصمد الزلزولي لأحد أندية البوندسليغ الألمانية خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة وكشفت صحيفة موندو دي بورتيفو أن أحد الفرق التي تلعب بدور الدرجة الأولى الألمانية عرضا نحو 15 مليار سنتيم للحصول على خدمة الجنح المغربي الشاب صاحب العشرون عاما الذي اختار بدوره الاستمرار داخل جدران النادي وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن رفض برشلونا جاء لتمسكه باللاعب واقتناعه بمهاراتها حيث يعتمد عليه المدرب تشاف هرنانديز رغم صغر سنها وذلك رغم الوضع المادي الصعب الذي يعيشه النادي وضرورة التزامه بلوائح اللاعب المالي النظيف والطراره للاستغناء عن بعض لاعبه لضبط ميزانيته وكان الزلزولي وصل إلى الكامبنو الصيف الماضي قادما من هيركوليس لتعزيز صفوف الفريق الرضيف بعدما دفع البارسة قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 2 مليار سنتيم وبحسب نفس الصحيف فإن الزلزولي كان قد رفض بدوره الانضمام للمنتخب المغربي للمشاركة في كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي وداها أصد الأطلس من ربع النهائي على يد مصر وذلك من أجل ضمان مكانته بالفريق الكتالونية وذكرت أن البارسة سيعيد تقييم وضع الزلزولي خلال الصيف القادم وسيتخذ القرار الأنسب له ولصالح اللاعب خاصة حالة مكون النادي من التعاقد مع الناروجي أرلينغ هالند نجم بروسيا دورتموند الألمانية امتلاك بارت مشارط لاعب رجاوي لمغادرة الرجاء رفض صفيان الأزهري لعب الرجاء الرياضي مقترح لمكتب المسير للنادي الأخضار القاضي بفسخ العقد الذي يربطهما بالتراد مقابل توصله بمبلغ 15 مليون سنتيم وكشف موقع لتواصل سونسونس بور أن صفيان الأزهري اشترط توصله بمبلغ 25 مليون مقابل فسخ عقده مع الفريق الأخضار معتبرا عرض أنيس محفوظ رئيس النادي فيه ظلم كبير له خاصة أنه لن يتمكن من اللاعب لأي فرق حتى الموسم المقبل وأوضح المصدر ذاته أن العقد الحالي الذي يربط اللاعب المذكور برجاء يضمن له 130 مليون سنتيم بعدما قررت إدارة راجاء انهاء الارتباط به من جانب واحد مشددا على أن الأزهري اشترط فقط توصله بمبلغ 25 مليون من أجل إنهاء إجراءات تسلم الشقة التي كان قد اشتراها فور توقيعه للفريق الأخضار واضطرت إدارة راجاء الرياضية إلى مفوضة صفيان الأزهري من أجل فسخ عقده بالترادية على اعتبار أن قانون الجامع يمنع فسع عقد اللاعب من طرف واحد وسط الموسم بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية إضافة إلى رغبتها في تأهيل أحد لاعبها الجدد الذين تعاقدت معهم خلال المركات الشتوية الأخيرة وكان رجاء التعاقد مع اللاعب المذكور خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الماضية غير أن المدرب التونسي سعد شاب وكذا المدرب البلجيكي مارك فيلموتس لم يمنح فرصة اللاعب ولو لمباراة واحدة ما جعل الأخير يعتبر فسخ عقده مجانب للصواب واكتفى اللاعب منذ ضمامه إلى رجاء بخوض تداريبه رفقة الفريقين الأول والأمال قبل أن يقرر المكتب المستير التخلي عن خدماته في الوقت الراحين علما أن الموسم الكروي للسفيان الأزهرية انتهى بشكل مبكر وسينتظر حتى المركات الصيفية للتوقيع لفريق جديد واللاعب بقميصه الموسم المقبل أشرف حكيم يلفت الأنظار لفت الدولة المغربي أشرف حكيم أنظار متابعي عبر منصات التواصل الاجتماعية بعد ظهوره أمس الجمعة رفقة زميلي في باريسان جرمان برانسا كيمبيبي ونشر اللاعب الفرنسي دول أصول كونغوليا صورة له رفقة أشرف مرتدين لباسا تقليديا إفريقيا خاصة بدولة الكونغو الديمقراطية والتي ينحدر منها كيمبيبي وكتب عليها اتحاد الإخوة ولقد صورة لاعب باريسان جرمان تفاعلا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا سيام المغاربة الذين أشهدوا بانفتاح حكيمي على تقافة أخرى بالقرى السمراء بحكم صداقتين مع عدة لاعبين الذين ينحدرون من بلدان إفريقية جنوب الصحراء تشدر الإشارة إلى أن النجمة إنتر ميلانا السابقة قدم مباراة كبيرة أمام ناديها الأومريال مادريد في دور الأبطال واستطاع الحد من خطورة البرازيلي فينيسيا الجونيور الكاف يختر الزمالك بموعد لقاء الوداد تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقية يفيد بتحديد يوم السبت 26 فبراير موعدا للقاء الفريق الأبيض مع موضفه الوداد البيضاوية ويحل الزمالك ضيفا على الوداد في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لدور الأبطال إفريقيا وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمية أنه تلقى إختارا رسميا من الكاف يفيد إقامة المباراة على ملعب محمد الخامس ويلتقي الزمالك اليوم السبت مع ساكراد الأنغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات وكان الزمالك قد استهل دور المجموعات بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع ضيفه بيترو أتليتيكا الأنغولي التقرير المالي يكشف عن فائد في ميزانية الوداد قدم المكتب المدير لفريق الوداد الرياضي لكورة القدم صباح أمس الجمعة التقريرين المالي والأدابي برسم الموسمين الرياضيين 2019-2020-2020-2021 وذلك تحضيرا لعقد الجمع العام العادي السنوي للنادي وكشف التقرير المالي عن مجموعة من الأرقام تخص ميزانية الفريق الأحمر في مقدمتها وجود فائد مالي قيمة 60 مليون سنتيم وتطرقت تقرير المالي الخاص بالموسمين الرياضيين الماضيين إلى مجموعة من المعاملات المالية للنادي ورقام الانتقالات التي أقدم عليها الفريق يشار إلى أن سعد ناصر رئيس فريق الوداد الرياضية حقق ستة ألقاب منذ توليه رئاسة الوداد خلف اللعب الإله أكرم ويتعلق الأمر بأربع نسخ من البطولة الاحترافية إلى جانب لقب دور الأبطال الأفراقية وكأس السوبر الأفراقية اشتركوا في القناة